أسعدتم مساء مشاهدين الكرام والطبع بالتوقاتكم مرحبا بكم إلى عدد جديد بل العدد الأول من برنامج مع الجالية في الموسم الثاني الموسم الثاني نبدأه بعد انقضاء العطلة الصيفية وعودة مهاجرين وأبناء الجالية الوطنية بالخارج إلى الديار بعد قضاء حوالي شهر أو شهر ونصب الوطن الأم الجزائر مآلة كثيرة بعد انقضاء هذه العطلة حيث فوجئ البعض وكانت الصدمة للبعض الآخر خاصة بفرنسا أي بعد انقضاء الفترة الصيفية تفجأ الجميع بحكومة يمين الحكومة اليمينية بفرنسا وقرارات وقوانين جديدة تخص الهجرة والمهاجرين لا سيما الجاليات العربية والإسلامية مشاهدين الكرام لمناقشة الجديد في الحكومة اليمينية الفرنسية وتداعيات ملف الهجرة والمهاجرين على المقيمين بفرنسا أسعد باستضافة كل من الأستاذ موسى بودهان أستاذ القانون الدستوري مرحبا أستاذ سعبد الكريم شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بك وبرك الله فيك على الاستضافة شكرا شكرا أستاذ كما أسعد باستضافة الدكتور محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج عبر خدمة سكايب من باريز الدكتور بن خروف مرحبا مرحبا بك أستاذ عبد الكريم وبيضيوف الكرام في الفلاتو وديبليفس الأخ سعيد بن رقية ولكل تحية لكل الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج شكرا شكرا دكتور كما يحضر معنا سعيد برقية رئيس الاتحاد العام للجالية الجزائرية بالخارج من إسبانيا السعيد مساء الخير مرحبا تحية لكم مرحبا السيد عبد الكريم وكل ضيوفك الكرام وكل المجتمعين المشاهدين من داخل وخارج الوطن شكرا شكرا السعيد كما سيكون معنا مرسل قناة الوطنية محمد زاوي من باريز محمد هل أنت معنا مساء الخير ومرحبا مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام مساء الخير شكرا شكرا محمد مشاهدنا الكرام فاصل ونبدأ النقاش نحن في حل بغباس الشعبين في باريز هذا المقهى منطقا للجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية أرحب بكم من جديد مشاهدنا الكرام وأبدأ معك الدكتور محمد بن خروف من باريز الدكتور بن خروف برأيك حكومة يمينية بعد ذلك الانسداد أو التشنج أو حكومة تصريف الأعمال فوجئة حتى الفرنسيين أو الفرنسيين من أصول أجنبية بوجود وزراء ربما استحبابا مع اليمين أو لإرضاء اليمين المتطرف ما هي قراءتك دكتور بخروف؟ شكرا لك أستاذ عبد الكريم أولا دعني أقول بأن فرنسا وكل متتبعين للشعر السياسي الفرنسي والشعر السياسي الأوروبي أن أوروبا تتخبط في مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ثقافية سياسية عميقة جدا وخير دليل على ذلك أن الفرنسا التي مرت بموعدان انتخابين هامين جدا في الصائفة الماضية أكدت بفشل الحزب الحاكم أو فشل حزب الرئيس إيمانيون مكرون وتصاعد اليمين المتطرف حتى أكد ذلك وأثبته في التشريعيات شهر أو شهر ونصف بعد ذلك الذي أكد أيضا فشل الرئيس في وجود الأغلبية وبالتالي تداعت تلك الخسارة على الجبهة الداخلية وكل مرة هذا ليس ولد اليوم فقط كل مرة يكون هناك مشاكل داخلية في فرنسا إلا وكانت الجاليات أو إن عكس ذلك سلبا على الههاجرين وعلى الجاليات وخاصة الجزائرية بحكمها أن أكبر الجاليات المتواجدة في فرنسا من جهة ومن جهة ثانية بأنها تربطها مع هذا البلد علاقة هذه العلاقة تاريخية منذ استقلال الجزائر كانت هناك اتفاقية منضية بين البلدين بين الجزائر والفرنسا لمراعاة وحماية الجزائريين وحماية حقوقهم دكتور قروف استسمحك في هذه النقطة قبل من جل اتفاقيات وما يربط الجالية الجزائرية بالفرنسيين في تلك الانتخابات لاحظنا بأن التكتل اليسار بعد ذلك الانسداد الذي حصل في فرنسا دعنا نقول أنه أن هذا التكتل اليساري استنجد كرجال اتفاق بالجاليات الأجنبية اللي كان عندهم حق في التصويت يعني فرنسيين من أصول أجنبية هل يمكن موافقة على هذا الطرح دكتور قروف بل أذهب أبعد من ذلك أستاذ عبد الكريم أن اليسار اليوم بكل أطياته هو الحزب أو التكتل السياسي الأقرب للدفاع عن حقوق الجاليات وحقوق المهاجرين بقيادة جون لوك ميلانشون الذي تجد في خطابه وخطاب هذا الحزب أن هناك حقوق لهؤلاء المهاجرين الذين بنوا فرنسا ولازالوا يبنونها ولازالت يعني يمارسون واجبهم وبالأحرى أن تدافع عن حقوقهم والوحيد ربما في الساحة السياسية الفرنسية الذي كان صريحاً وشجاعاً حتى يبني مع المهاجرين في السياسة ينخرطوا في السياسة عكس الأحزاب الأخرى التي تذهب لإشراك بعض من كان ينتمي إلى هذه الجالية ويبني من خلالها لوبيات ولا دعيا للخوض الآن في هذا الموضوع حتى أعود إلى سؤالك أن الجالية الجزائرية والجالية الأخرى بعد عودتها من العطلة اكتشفت أن هناك تصعيد خطير في التعامل مع الجالية خاصة في الحقوق التي أضاعت منهم هناك الكثير من حقوق الجالية التي كانت تمتع بها على غرار المواطنين الفرنسيين هذا الشق سنأتي إليه في الجزء الثاني من هذا البرنامج أستسمحك لأن المساعدات الاجتماعية وتلك الحقوق التي كانت تمتع بها المقيمين تقريبا أصبحت مجرد ماضي في فرنسا خليني نقول هذا الشغال إلى مرسلنا من باريز الزميل محمد الزاوي محمد مجددا مرحبا نعم مرحبا عبد الكريم محمد أنت تبعت جيدا قضية الانتخابات ذلك الانسداد والتشنج الذي وقعت فيه الحكومة الفرنسية كان من المتوقع أن جونليوك ميلونشون هو من سيكلف بتشكيل الحكومة كيف تم إبعاده أولا خاصة تلك المظاهرة مؤخرا التي خرجت فيها عدة أحزاب سياسية ومنظمات ونقابات وهيئات تطالب بسحب الثقة من رئيس إمانويل ماكرون نعم كانت هناك عملية تحالف ما بين اليمين المتطرف واليمين التقليدي الرئيس ماكرون كان يمثل حزب اجتماعي ديمقراطي يمثل شخصية ديمقراطية اجتماعي ولكنه تغير وتجه باتجاه اليمين لأنه لم يعد لحياته أكثر حياته السياسية فتحالف مع اليمين الليبرالي ونعرف ميشيل بارني هو شخصية يمينية ليبرالية ولكن هذه الشخصية تحالفت مع اليمين المتطرف مع مارين لبان وقد استجاب لمطالبها وخاصة في موضوع الهجرة وهكذا صار فيها انقلاب على محمد استسمحك فيما يخص جوليك ميلونشون زعيم اليسار في فرنسا هل تم إبعاده بطريقة قانونية أم هي مناورة سياسية تم شيطانة حزبه الليزان سومي الفرنسا الأبية في موسائل لعنام كلما كان حينما كانت هناك اجتماعات تعقد بين ماكرون الذي دعا إلى أحزاب دعا لاجتماعات تنسيقية مع الأحزاب السياسية الفرنسية حزب ميلونشون اقترح اقترح رئيسة حكومة وهي موظفة في بلدية باريس مكلفة اعتقد بالمالية واتفقت جميع الأحزاب اليسارية عليها يعني الأحزاب اليسارية حينما أقول هو حزب الخضر الحزب الشيوعي الحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية اتفقوا على هذه الشخصية واتفقوا على برنامج سياسي وبرنامج اجتماعي وثقافي إلى آخره ولكن ماكرون رفض وتحالف مع اليمين واليمين المتطرف ويظهر هذا التحالف اليوم يعني الآن في وجود وجراء الجبهة الجبهة الشعبية لزانسومي قاموا بإصدار منذ ساعتين فقط بإصدار لائحة حجب الثقة على الحكومة الفرنسية الجديدة وقد أمضاها 192 نائب من فرصة الأبية والحزب الشوعي والحزب الاشتراكي وحزب القضر ولكن يظهر أن هذه اللائحة حضوضها ضعيفة جدا من ذلك أن الجبهة الوطنية الفرنسية حزب مارين لوبان لن يصوتوا على هذه اللائحة وأنهم لا يفكرون في حجب الثقة الآن على الحكومة فحياة هذه الحكومة الجديدة مرتبطة بدعمها من طرف اليمين المتطرف وإلا بين كل الأحزاب اليسارية والديمقراطية الاجتماعية لا تصوت ولا تريد أن تمشي طويلا مع الحكومة الجديدة وصلت الفكرة محمد أبقى معنا أبقى معنا خلينا نطرح الآن ما نستنتجه من مدخلة تكون مدخلة الدكتور بن خروف هو أن هناك حقوق تتمتع بها جاليتنا في الخارج الدكتور بودهان بحكم تخصصك أستاذ القانون الدستوري هناك اتفاقية تعود إلى الواجهة ورقة تهديد إن صح التعبير من بعض الأطراف في الطبقة السياسية الفرنسية وهي اتفاقيات صائفة 1968 التي تربط الفرنسية في فرنسا بالدولة الجزائرية فيما خص الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر برأيك هل يمكن تجاوز بنود هذه الاتفاقية بجرة قلم أم عدم الرغبة أم هناك قانون طبعا يحكم الاتفاقيات ما بين الدول أستاذ لا بد أن نشير أنه أي أي حق يكتسب من خلال سواء من خلال الاتفاقية الدولية أو من خلال قوانين وطنية محلية أو غير ذلك فإن هذه الحقوق تكون محمية محصنة لا يمكن القفز عليها كذا بجرة قلم مثل ما ذكرتم الاتفاقية الدولية تسمع القوانين الوطنية الدستور الفرنسي يقر من ضمن أحكامه أن الاتفاقيات التي توقع بطرق قانونية ولا غبر عليها تسمع القوانين الوطنية ولا يمكن لا يمكن إلغاء هذه الاتفاقيات أو تعديلها إلى بنفس الطريقة وبنفس الألية التي أبرمت فيها أول الأمر فإذن هل يمكن تجاوزها من قبل طرف طرف واحد لا لابد الاتفاقيات الطرفين طرفين ما نقول الاتفاقية معها لابد من رضاء الطرفين فإذن أمر مستبعد تماما في هذا الشأن ونقول بأن الصراعات الحزبية في فرنسا بين اليمين واليمين المتطرف واليسار واليسار الملحد نسمي هذه المساب كيف ماشي ولكن لا يمكن ولا ينبغي أن يكون على حساب مواطنين في الخارج مواطنين يجب أن يكونوا محميين سواء باتفاقية خاصة اتفاقية 1968 أو بالقوانين المحلية القوانين المحلية لفرنسا لأن الجاليات في كل أنحاء العالم تحمى بهذه الآليات القانون الدولي أيضا يدخل فيها ومن مؤسف حقا أن ملف الهجرة والمهاجرين وخاصة الجليل وطنيين المقيمين الخارج الجزائرية طبعا أنه يعود يعود كل مرة يعود إلى الوجهة وتهديد الجليل وطنيين المقيمين الخارج بإلغاء هذه الاتفاقية ومراجعتها وأشياء كثيرة تقال فيها هذا تهديد والجزائر لا تقبل مثل هذه التهديدات ولا ترضخ لماذا المعاملة يجب أن تكون ندية ند وفرنسا الرسمية بغض نظر عن أحزابها التي كنا نتحدث عنها لا يمكن أن ترضخ للوبيات نحن نعرف بأن من أثمة اللوبيات تحرك اليسار وتحرك اليمين حتى نشرك زميننا كذلك من إسبانيا الوضع تاعد جالية بإسبانيا السعيد برقية مجددا مساء الخير ومرحبا السعيد هل الوضع في إسبانيا خاصة إسبانيا طيلة هذه الصائفة شهدت كذلك هجرة بأعداد هائلة هل هناك قوانين جديدة هل هو نفس الوضع ما تأش جاليتنا بفرنسا أم الوضع مختلف بإسبانيا بسم الله الرحمن الرحيم تحية مجددة لكل ضيوف الكرام أخي العزيز محمد وضيوف الكرام وكل المشاهدين وأستاذ عبد الكريم والله أكيد أن الجاليات في أوروبا بصفة عامة وفي الدول المهجة تختلف بحكم النظام الحاكم في الدول المضيفة فرنسا فرنسا كما شهدها وعيشتها وعيشتها جاليتنا مرت بهذه المرحلة وربما تم فتح النقاش وتم ربما معاجدة الأمر وربما هذا الشيء دائما ينعكس بصفة مباشرة على استقرار جاليتنا الشيء مختلف تماما وعلى مستوى إسبانيا وعلى مستوى إيطاليا نتكلم على مستوى إسبانيا الحمد لله جاليتنا لم تتأثر بحكم أنه النظام الحاكم رغم أنه مر بظروف ربما بتجذوبات سياسية كانت تحسف بالحكومة أنذاك عندما خاصة عندما تعلق الأمر بالسياسة الخارجية التي احتمدها النظام الحاكم الحالي سواء في الجائحة كورونا أو سواء في الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة للقطر التي أسات الكأس في موقفه الغير عادل والذي ربما فتح ربما جبهة داخلية كانت ربما كانت تفضي إلى إسجاد سياسي داخل الحكومة السياسية في قضيات السحر الغربية بحكم النظام الحاكم لعقدين من الزمن أو لعودتين هو نظام اشتراكي ربما نظامه وتفكيره وتوجهاته وقوانينه مع الجالية بصفة عامة مقارنة بالنظام الحزب الحزب الشعب وهو الذي ينتمي إلى النظام اليميني باحتلافه مع اليمين المتطرف وللأسف تحصل على أغلبية برلمانية بالرغم أن النظام الحاكم الآن هو نظام اشتراكي ولكن ما زالوا تحصل على أغلبيات الولايات وعلى أغلبيات تقريبا في إطار الانتخابات البلادية والجهوية إذن جاليتنا كباقي الجاليات دخلت الجزائر وعادت إلى وطنها وطن الإقامة في ظروف طبيعية لحد الآن القوانين تتغير كل ما على قوانين سأعود إليك بعد قليل سعيد برقية بإسبانيا سأعود إليك ما عاشه في ميناء جاليتنا هذه الصائفة ربما أحدث الفارق في ما تعيشه بقية الجاليات المهاجرة بإسبانيا أعود إليك الدكتور بن خروف بباريس قبل قليل ذكر الزميل مرسلنا محمد الزاوي أن هناك شبه إجماع على حجب الثقة من حكومة ميشيل بارني وسبق هذا الإعلان مظاهرة لسحب الثقة من رئيس مانويل ماكرو برأيك هذا عدم الاستقرار إن صح التعبير السياسي أمام المشاكل الداخلية في فرنسا سيؤثر على المواقف الفرنسية خارجيا إذا مربطنا هذا بما إشه لبنان اليوم وقطع غزة وبقية الأزمات وبؤر التوتر في العالم أم الأمر عادي جدا يعني مشكل داخلي سيحتكم إلى الدستور وقيم الجمهورية كما تقول الطبقة السياسية الفرنسية ما رأيك الدكتور بخروف شكرا لك أستاذ عبد الكريم لهذا بدأت منذ قليل بمقدمة قلت أن فرنسا تعيش أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية تقاطية خانقة لا نثيل لها هناك من يقارنها بالأزمة التي عاشتها فرنسا في نهاية ستينيات في 1968 بالضبط وبالتالي الديمقراطية في فرنسا على محك هذه الديمقراطية التي أفرزت حزبا نجح في الأوروبيات الاستحقاقات الماضية في الأوروبيات وأكد نجحه في التشريعيات والدستور الفرنسي يملي بأنه من ينجح في يعني لا تكون له الأغلبية في البرلمان هو الذي سوف يترأس الحكومة وهو الذي سوف يكون ويشكل حكومة على عكس هذا تم يعني ما نسمى بتمرير القوة وليس بالقانون المنطق الذي يحكم عليه الدفتور وبالتالي أشرت منذ قليل إلى هذه الأزمة السياسية العميقة فأتت هذه الخطوة من زعيم المعارضة الذي حقق انتصار كبير وهو جوليك ميلونسون لسحب الثقة من الرئيس مانويل مكرون لعدة أسباب منها سبب الأول إطالته وتماديه عن تعيين رؤوس حكومة منبثق عن الحزب الذي فاز في الانتخابات الشريعية الشيء الثاني وهو أن اليمين بكل أطافه لا يريد أن لهذا الحزب أو ليس هذا الحزب هذا التجمع اليساري أن يحكم فرنسا لأنه يخشى كثيرا إذا حكم فرنسا على حسب هؤلاء أن العزمة سوف تتعمق أكثر وهم يدركون بأن الأزمة التي أفتع لها هو اليمين واليمين المتطرف من خلال التصريحات المسؤولة من خلال السياسات التي طبقتها الحكومات السابقة ولم تستطيع أن تجد حلا للحلول التي يعيش فيها المجتمع الفرنسي فرنسا اليوم من يتحدث عنها يتحدث عن نسبة كبيرة البطالة يتحدث عن نفوذ موارد اقتصاد جديدة فرنسا اليوم التي أصبحت تتخبط في مساكل الاستثمارات في الخارج مع بعض البلدان التي لها هيمن عليها إفريقيا التي كانت تعدل المصدر الأول للاقتصاد الفرنسي أصبحت الآن أغلقت الحنفيات وأغلقت الأبواب الجزائر التي كانت المتعامل رقم واحد مع فرنسا الجزائر غيرت أيضا من سياستها ولها الحق في ذلك لأنها تريد أن تقيم علاقات احترام مع الدول الأجنبية وليست علاقات نفوذ الجزائر حينما أوصلت هذا الرزالة على ذكر هذه النقطة في عجالة رجاء قبل منهي الشطر الأول من هذا اللقاء هل ميشيل بارني بحكم الوزن والثقل السياسي حكومة بارني الآن بإمكانها أن تتجاوز تلك الملفات العالقة بين باريس والجزائر خاصة الملف الذاكرة وما إلى ذلك يستحيل في اعتقادي في تصوري وليس فقط أنا بل هناك العديد من المتتبعين ومن مراكس دراسات ومن متتبعين من رجال السياسة أيضا أنهم يحكمون مسبقا على فشل حكومة ميشيل بارني لماذا لأنه أولا من اليمين وله أفكار يمينية وأحيانا يمينية متطرفة وبالتالي فلا يمكن لهذه الحكومة أن تحل مشاكل الفرنسيين التي يتخبط فيها الفرنسيون المواطنون وبما فيها الجاليات منذ تقريب قبل الكوبيد إلى يوم من هذا وتعمقت بشكل ملحوظ جدا وبالتالي أعتقد أن ميشيل بارني والجماعة المحيطة به في الحكومة لا يمكنها أن تهذب من خطابها السياسي وأن تعيد النظر في علاقتها خاصة مع الجزائر وهذا من خلال التصريحات لا مسؤولة من الرجال السياسة ربما نسميهم رجال السياسة منهم من هو في المنصب ومن هو خارج المنصب أنهم يتهجمون ما زال يتهجمون على الجزائر ويتهجمون على اتفاقية 68 ويتهجمون على كل مؤخرا تهجموا على الرئاسيات الجزائرية وأيضا كل ما هو جزائري اليوم أصبح غير مرغوب فيه في فرنسا لماذا؟ لأن الجزائر يتمتع بسيادة هذه السيادة نستطيع أن نقول في يوم اليوم العالمي تحول تحولات استراتيجية سياسية كبيرة جدا الجزائر أصبحت تؤكد نفسها ومكانتها في هذا العام الجديد خطوة بخطوة ثابتة لماذا؟ لأنها كل المقومات من عجل حفاظ استقرارها موجودة في الجزائر الجزائر ليست لها مديونية خارجية عكس فرنسا أكثر من 3200 مليار الأجيال المتعاقبة لفرنسا يجب على كل مواطن أن يعوض أو الخزين العمومية ما لا يقل عن 500 ألف أورو حتى يسدد الدين الدكتور بن خروف أبقى معنا أنقل هذا انشغال طرحته أنت إلى الزمين الزاوي محمد الدكتور بن خروف يقول بأن متابعين للشأن الفرنسي يحكمون على فشل حكومة ميشيل برني مسبقا الزمين الزاوي أسمع منك الإجابة ولكن بعد الفصل مشاهدنا الكرام فصل ابقوا معنا مشاهدنا الكرام ورحب بكم مجددا في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة الزمين الزاوي من باريس كنت اطرحت عليك سؤال قبل الفصل الدكتور الدكتور محمد بن خروف يقول بأن المتابعين للشأن الفرنسي يحكمون على فشل حكومة برني وأنها لن تحقق ما يتطمخ سواء شركاء فرنسا أو ما تطمخ إليه الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بفرنسا ما رأيك أنت زاوي نعم هو أن رئيس الحكومة الجديد وجد إفلاسا كبيرا في صندوق المالية وراهن على مسألة الضرائب حينما ألقى منذ ليس أكثر من أسبوع خطابه أمام النواب الفرنسيين في البرلمان الفرنسي ولأول مرة نشاهد ونلاحظ أن في البرلمان الفرنسي كان الاستهتار كبير جدا وكنا نسمع أصوات حتى أنه لا يمكن سماع برنامج أو خطاب رئيس الحكومة فهناك مشكلة ثقة وهناك مشكلة إحباط كبير لدى الرأي العام ولدى الشعب الفرنسي لأن الشعب الفرنسي صوت على هذه الجبهة الوطنية اليسارية حتى تنقل فرنسا وتخرج خاصة الإفلاس الذي يعيش هو القطع العام حينما نقول القطع العام هي المستشفيات العمومية الخدمات هناك إفلاس كبير وهناك مشكل كبير فلا أعتقد أن الحكومة ستنجح مدام الثقة غير موجودة ثم أن الموضوع هذا الهجرة وشيطنت المهاجرين وبناء على بعض المعطيات التي هي غير صحيحة حينما يقولون مثلا بأن في كل 20 دقيقة لا يحترم فيه سائق سيارة الشرطية أو رجل الأمن لا يحترم أوامره فهذا لا يعني المهاجرين ولكن الذين ولدوا هنا ولهم جنسية فرنسية وغيرها وأصبحوا يعني يشيطنون هذا اليمين الليبيرالي أصبح يمين متطرف محمد ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ موسى بودهانم معنا داخل أستوديو أستاذ قانون الدستوري زمين الزاوي يقول بأن هناك جهات في فرنسا تشيطن الجاليات المهاجرة الأبناء المولودين على التراب الفرنسي هم فرنسيهم بدرجة الأولى من أصول أجنبية لنتفق على هذا لكن هناك من يرى بأنهم نقلوا أزلاتهم وتراثهم وما يحملونهم من مآسي إلى تلك الأراضي التي هاجر إليها آباؤهم أو أسلافهم الآن أستاذ بودهان السؤال المطروح هذه الجمهورية أو هذه الدول لها قوانينها بالضبط هناك من لم يتمكن من التكييف إن صحت بإرزام الزاوية أعطنا مثال الآن عدم توقف لأوامر الشرطي مثلا مما أدى إلى وجود جرائم كما حصل مع الفتنائل عندما أطلق عليه شرطي فرنسي فأرداه قتيلا يعني كل مرة كنا تجاوز تتعلق بالجليات المهاجرة أين القانون الآن هل يختلف من دولة إلى أخرى ولكن هؤلاء هل الآن الإشكال أن ليس لهم القابلية في التكييف مع هذه الدول التي هجروا إليها أستاذ القوانين ينبغي أن تحترم وتطبق بحذفرها مواطنين نعم لا بد أن نحميهم لا بد أن نغفرهم كل آرية الحماية الدبلوماسية والسياسية وغيرها ولكن أيضا عليهم أن يخضعوا لقوانين الدولة التي التي يعيش وعيش هذا أمر وهذا منصوص عليه حتى في المنظومات وفي القوانين الدولية عندما تطبق هذه الدول القوانين لا يعتبر ذلك أنصرية أبدا لا يكون وضع في الأمر هذا الإنسان لا يستعمل العاطمة إخوان وكل ذلك ولكن الخضوع للقوانين هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان أقول فقط أستاذ هذه الإشكالات وعدم وسوء التفاهم وأشياء كثيرة ومحاولات سحب الثقة من من رئيس الحكومة اليمين الحالي بارني وقبل ذلك محاولات سحب الثقة أيضا من الرئيس الفرنسي ماكران كل هذه المسائل تخصهمهم لا ينبغي أن تنعكس سلبا على العلاقات مع الجزائر لا ينبغي أن تنعكس سلبا كذلك على أبنائنا هناك وقد أوضحنا تماما بأن مسألة خضوع مواطنين هناك إلى القوانين هذا أمر لا ننقشه وهذا من حقهم أقول فقط بأن مسألة سحب الثقة تخضع لأليات قانونية كفرنسا كغيرها من دول لا بد أن أن تتوفر على الأقل ثلثي ثلثي الأعضاء الجمعية الوطنية عندهم هذه الغرفة الأولى على ما أعتقد الغرفة الأولى والسيوخ الغرفة الثانية قلت لا بد من ثلثي أعضاء حتى يتمكنوا من سحب الوطنية فلا يكفي القول بأن هناك أغلبية ضد هذه الحكومة أنا يعني بصرح عدم استقرار لا ينبغي أن نعكس سلبا على جنيه ولكن أسف النتائج تقول عكس ذلك لا ينبغي سأعود مع الدكتور بن خروف والزاوية من باريس لأن هناك جنيه وطبعا وإي ديس آخر الدكتور بن خروف نعم كانت تتمتع ببعض الحقوق التي سحبت منها خاصة الإعانات أو يعني مساعدات كل ما هو مساعدات اجتماعية إلى غير ذلك سأعود إليك زميل سيد برقية من إسبانيا هل لا كانت ضعنا في صورة ذلك الشعور بعدم الراحة لدى الجاليات التي سافرت إلى ميناء أليكونت والتأخير الذي حصل مع تلك البواخر قرأنا بعض في وسائل التواصل الاجتماعي أن الخدمات لم ترقى إلى طموحات المهاجرين ما رأيك أنت سعيد صراحة مقارنة بالسنوات الماضية الأسف الشديد شهدت جاليتنا وشهدت العام والخاص حوادث ربما لم نحدها على قطاع النقل البحري بجزائر وما اضطرابات متكررة والله الأسف الشديد رفعنا بيان ورفعنا نداء إلى السلطات المعنية على مستوى إدارة الخطوط الجوية على إدارة النقل البحري المسافري وكذلك على مستوى وزارة النقل بضرورة تقديم شروحات ما هي الأسباب ربما قد تتفهم أجاليتنا ولكن الترابات تكررت وتواصلت طيلة صائفة لحد الآن ربما زادت عنها الترابات ربما نتفهم بحكم أن الأسطول الخاص بالبحرية هو ربما نتاج عقد من الزمن ولم يتم تجديده وحتى عند تجديده تم الاستعانة بباخرة كانت ربما في البطالة في إيطاليا وتم زج بها وكانت سأيد استسمحك حكاية هذه الشركة التي تعاقدت معها مديرية النقل البحري بالجزائر وتسمى مبدادة هذا الشركة المفلسة إن صح التعبير حسب بعض الأصداء أنها قدمت باخرات عادت يعني عادت بعد إقلاعها ساعتين أو ثلاثة عدم وجود الكهرباء لم تكن باخرة يعني في مستوى طموحات التي كان ينتظرها مسافرين والتنقل إلى وهران نعم نعم هي ظروف تراكم تراكم يعني عجلة عوامل ربما حتى النقل البحري للمسافرين في سنوات الماضية تم التعاقد مع الشركات يونانية والأسف شديد تصرف نفتع قوسين جاليتنا وسوء السيير خلي هذه الشركات تمتنع عن قبول العرض يعني مع جزائر يعني للظروف معينة وبالتالي لم يتجد النقل البحري لمسافرين إلا هذه المؤسسة المفلسة التي ربما استغلت الفرصة وأردت ربما أن تعيد نوعا من صمعتها وتستعين ربما نوع من مداخل ولكن الأسف سديد هذه أطلات ولكن في نفس الوقت نحن ثقتنا كبيرة مع هذا التغيير ربما الآن على رأس الخطوة للنقل البحر رفعتوا أنتم كجمعيات رفعتوا هذا الانشغال أنتم كجمعيات بإسبانيا هل رفعتوا هذا الانشغال في بيان سواء على مستوى السفارة أو القنصرية بالبلد المضيف طالبنا فتح تحقيق في هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين لأن مؤسسة النقل البحري هي عبارة عن سفير معنوي ربما قد أذر بسرات الجالية بسرات الوطن بسرات الهيبة الدولة الجزائرية هذا الشيء مفروغ منه وطالبنا كذلك ضرورة استدراك هذه الترابات نحن نتكلم على شهر الجولية شهر بداية أوت ولكن الأسف الشديد ربما لساتنا لم تصل أو ربما وصلت ولكن لم تجد ربما إمكانيات من أجمع معالجتها إذن الآن جزائر مقبلة ونحن دائما طلبنا على ضرورة تغيير الاستراتيجية ليس بالضرورة نحن الآن في نهاية الدخول بداية الدخول الاجتماعي من هذه اللحظة لا بد إلى التحضير إلى برنامج الدخول للصيفي والعطلة الصيفية ببرامج من اليوم فساعدا وليس الانتظار إلى السعيد السعيد ابقى معنا وصلت الفكرة دعني أنقل في عجالة هذا الانشغال إلى الدكتور محمد بن خروف دكتور بن خروف اسمعت ما قاله السعيد أمام تلك ما وقع في بناء أليكونت وربما نفس الشيء بمرسيليا من لجوليت دكتور في عجالة ولا أريد كنت أتمنى أن لا نعود إلى هذا الطرح يعني كم من مرة وكنا نسعد دائما باستضافتك للحديث عن مشكلة النقل سواء الجوي أو البحري في عجالة دكتور أين الإشكال الآن والله في عجالة أستاذ عبد الكريم أحيي أخي سعيد على أن أشار إلى هذه الظاهرة وليس فقط هذه الباخيرة من أليكونت يستحذرني الآن كلمة الأخ التونسي حينما انفجر في الشارع وقال هارمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية سئمنا من هذه المشاكل التي تعاني منها يعاني منها قطع النقل منذ أكثر من عقدين من الزمن أكثر من كثة عقود من الزمن أينما كان طائرة واحدة تحط في مطار الجزائر اليوم أصبحت أكثر من ألف طائرة تحط يوميا لكن الغيابات والتأخير في الطائرات وليس الأمر يعني يتعلق بالباخرة فقط التي أشار إليها الأخ سعيد إنما حتى على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية تقريب الصحيفة كلها اقتنت الخطوط الجوية الجزائرية بل يعني كرات طائرات من شركة برتغالية ولا أتحدث لك عن التأخيرات التي نجمت عن هذه يعني الرحلات وبالتالي سعينا دائما في إعادة نفس الكلام ونفس ونفس الأشياء التي تحدث وهذا يجب من مفروض كان مرة حدث مرة مرتين ثلاث مرات انقطع وخصة كان تدخل الرئيس عبد المجيد تببون شخصيا تدخله شخصيا لضمان راحت وكل اللاجئ أو عفوا كل مهاجرين في الظروف جيدة ما الذي يمنع الوصول إلى هذا الذي يمنعه وأنا قلتها وأتحمل مسؤوليتي حتى نجد حلولا ليس فقط للباخرة أو للطائرة أو للكفاءات أو للتأشيرات أو ما إلى ذلك الحل يكمن في هذا بإنشاء كتابة دولة للشؤون الخارجية أو كتابة دولة للمهاجرين الجزائريين هي التي يقع على عاكم كل المشاكل التي تخبط فيها الجالية سواء من مشاكل الإقامة أو مشاكل السفر أو مشاكل الاستثمار في الجزائر وأنها لا يمكن أن تكتفي مديرية بسيطة في وزارة الشؤون الخارجية رغم احترامي لمن يعمل هنا والمجهودات المفضوحة جدت مشاكل الجالية دكتور بنخروف في هذه النقطة فقط حتى نتيح نقسم الوقت إن استطعنا لأنه مقننش وقت على ذكر في كل لقاء كان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبو خلال العهد الأولى ولقاءه بالجاليات سواء عندما يخرج سواء بتركيا أو قطر أو مصر وإنت كنت تابع جيدا هذا إلا وكانت الأوامر واضحة وهي تخفيض التذكرة تقديم خدمات تتماشى وطموحات الجالية الاعتناء بالجالية بالإضافة إلى المشاكل الأزالية الأخرى من بينها نقل جتمين موتى الجزائريين عوض أننا روح ندير إنكات باش نلمو باش نباثهم الآن أصبح بقات الآن الطريقة أو الآلية التي تطبق بها هذه الأوامر التي ربما بين قوسين وأقولها بتحفظ لم تجد صداء عند المشرفين على هذه القطاعات أمامنا فرصة في الخلقات القادمة وسنعود إلى هذه المواضيع الدكتور بن خروف أستسمحك زميل محمد الزاوي نقطة مهمة جدا من بين طاقم الحكومة أولئك الذين تم تعيينهم في حكومة ميشيل برني رأينا عودة وزيرة سابقة رئيس بلدية الدائرة 17 وهي من أصول مغاربية وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي ما هي قراءتك الزاوي هل لاستمالة الجالية المغاربية أو الجالية العربية بصفة العامة أم أن رشيدة داتي ربما الآن لها طموح أن تترأس الحكومة ما هي قراءتك زاوي أكيد أكيد رشيدة داتي لا تمثل شيء كثير بالنسبة للجالية المغاربية بشكل عام يعني هي من خرطة في طيار وهو طيار يميني وهي تطمح لرئاسة بلدية باريس خاصة فهي ليست لأنها عربية وأن اسمها رشيدة داتي فإنها تمثل يعني الجالية هنا هي لا تمثل أي شيء بل تمثل طيار معين وثم لها سمباتي استعطاف كبير إلى بلدية ثانية المغرب خاصة في مسائل قضية الصحراء الغربية وغيرها فلها موقف آخر ليس موقف عادل وهي تمشي في إطار طيار اليميني وطيار اليميني اللي عنده برنامج وعنده مشروع اللي عنده علاقة مع المجتمع الفرنسي ولا أعتقد أن هذا برنامج سينجح كثيرا لأنه يستند إلى أشياء غير صحيحة وغير حقيقية فمثلا هم يجرمون الشبان ويعتبرون خاصة من الشبان الذين هم بدون أوراق وبدون غير شرعيين على التراب الفرنسي محمد كيف تفسر لحجز هؤلاء الشبان في المراكز الإدارية أكثر من تسعين لكن محمد كيف تفسر أن اليمين المتطرف وزعيم ماري لوبان استحسنت هذه الحكومة المتكونة من تسعة وثلاثين وزير نعم يعني لأن برنامج هذا الحكومة الجديدة له حلقة ببرنامج اليمين المتطرف برنامج ماريون لوبان ترحيل الأجانب غير الشرعيين إلى آخر ثم ربما هي تنتظر ماريون لوبان في إزدار قانون جديد للهجرة وأيضا القيام بريفرندوم استفتاء على موضوع الهجرة الهجرة والمهاجرين نعم إذن الهجرة والمهاجرين ملف أساسي في حكومة ميشيل برني أبقى معنا محمد أستاذ بودهان تسعة وثلاثين وزير في هذه الحكومة هل برأيك فرنسا الآن أمام التوتر في العالم ستتراجع عن مواقفها خارجيا أم أنها ستحافظ على هذه المواقف بل تدعمها أمام المشاكل الداخلية مثل ما قال الدكتور بن خروف قبل قليل أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية هناك تراكمات لدى فرنسا ما هي قرأتك أنت دكتور في الحقيقة أصلا حكومة بهذا العدد الضخم الكبير من الوزراء في حد هذا يشكل عيب آخر إضافي لخزين للحكم وأما تغيير المواقف يجب أن نتثبت أولا إن كانت هذه الحكومة ستستمر مثل ما كنا نشير أو نتحدث هناك محاولة لإسحاب الثقة منها وقد تنجح هذه المجموعة إن توفرت الأغلبية التي ذكرناها وهي ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية الجمعية الوطنية فهي حكومة مهللة حكومة غير مستقرة حكومة أصلا فيها فيها تناقضات وغير ذلك وهذه حالة تحالفات أحيانا التي تحصل داخل الحكومة أستاذ إذا سمحت أنا أريد أن بسرعي أن تكفل من شغالات مواطنين سواء في داخل أو خارج الوطن هذا أمر دستوري وأمر تحدث عنه رئي جمعية في التزامة 24 في العودة الماضية ومكرس الآن في برنامج الانتخابي وتحدث عندي في كثير هناك فصل في برنامج الانتخابي يتحدث عن السياسة الخارجية والعلاقة الدولية وعن الجالية المطنية بالخارج الآن إذا فيه نقاش إذا فيه عدم تكفل انشغالات مواطنين في الخارج فهذا الأمر يعود المسؤولين المحليين أما السيد رئي جمهورية مثلا بذكرتهم التقابي الجالية هذا ما أكده زمالة المدخلية سواء دكتور بخروف أو يتحمل هؤلاء مسؤوليت أو في الأقل مسؤوليتهم ورئيس الجمهورية نيع فيهم في ذلك على الإطراق أمامنا أربع دقائق دقيقة لكل ضيف واستسمحكم لأن وقت البرنامج انتهى أعود إليك سعيد برقية من إسبانيا في عجالة أمامك دقيقة سعيد الآن لبداية دخول اجتماعي موفق لجاليتنا في الخارج وما يتهددها في حقوق ها الاجتماعية كمقيمين كأسر كعائلات من أصول جزائرية تفضل سعيد لم أسمع السؤال في الكلمة المتقطعة لم أفهم السؤال قلت الآن مع هذا الدخول الاجتماعي مع ما يهدد جاليتنا في إسبانيا خاصة أمام الأعداد الهائلة التي تسافر إلى إسبانيا الآن برأيك هل ستنجو أو ستنأى بنفسها جاليتنا عن بقية الجالية الأخرى أم هي في نفس التركيبة وفي نفس الطرح إذا كان هناك مشكل دخول إلى عرض الوطن هو ليس بالضرورة أن تعاني منه فقط جالية بإسبانيا أكيد أن المداخل هي على مستوى المواني إسبانيا ولكن المعنيين بهذا السفر هم من كل أوروبا نتكلم على فرنسا من بلجيكا يأتونا من أجل الدخول عبر مواني إسبانيا كنا نتكلم ووجدتنا الكلام على ضرورة حل هذا الإشكال ربما جاليتنا من الجاليات الكبيرة نتكلم على دولة خارج دولة نتكلم عن أن السماء لا يضاهي أن تضاهي أي جنسية أخرى وهي من الجنسيات ومن الذين يفضلون الجزائر كوجهة يعني في إطار السياحة الوطنية في إطار وبالتالي أنا أطرح سؤال نتكلم على هذا العدد الذي ربما يتزايد يوم وبعد يوم ويعني وعنده عقود عنده عقب من الزمن إذن تتكرر نفس القضايا وتتكرر نفس المشاكل سنة بعد سنة سعيد بقنا دقيقة للزاوي ودقيقة للدكتور بوخروف أستسمحك زميل الزاوي في دقيقة رجاء توقعاتك الآن ما هو السيناريو الذي تراها لاحقا فيما يخص حكومة يمينية بفرنسا وملف الهجرة والمهاجرين من بين الأولويات التي يطرح ميشيل برني هو ميشيل برني يقول أنه براغماتي ويريد هجرة انتقائية ولكن لبقاء هذه الحكومة وتمديد حياتها ستحاول حكومة ميشيل برني أن تنقذ نفسها بإجراءات تستجيب لمطالب اليمين المتطرف إذا لم تستجب لليمين المتطرف فإنها ستسقط لأن الجبهة الوطنية اليسارية ضدها وبالتالي تصبح أيضا الجبهة الوطنية العنصرية ضدها وبالتالي تسقط فليس لها لا أعتقد أنها ستبقى كثيرا نستسمحك كنتدخل في الصوت بقام على زميل زوي في دقيقة ختم لهذا اللقاء الدكتور محمد بن خروف ما هي توقعاتك في حكومة يمين أربما سيستنجد بوزراء آخرين من اليمين المتطرف ميشيل بارني ما هي توقعاتك لاحقا دكتور بن خروف توقعاتي فيما يحدث هنا في فرنسا وحكومة ميشيل بارني التي يؤكد الجميع تقريبا أنه فاشلة أو ستسقط عن قريب وأن لا سبيل إلا للعودة إلى المسار الديمقراطي هذا المسار الديمقراطي الذي تحث عليه فرنسا الدول الأخرى بالإفريقية بأن تكون ديمقراطية عليها هي أن تحترم هذه الديمقراطية في عقل دارها وأن تحترم حقوق المهاجرين هؤلاء المهاجرين الذين أتوا إلى فرنسا وسهموا في بناء فرنسا سهموا في بناء البنية التحتية سهموا في بناء الاقتصاد الفرنسي واليوم يساهمون كقوة استثمارية كبرى الموارد البشرية الجزائرية خاصة تساهم في بلورة التكنولوجيا الفرنسية وهذا شيء لم يكن في الماضي إذن علينا أن نتكثف وأن نكثف جهودنا كابناء جليا لندافع عن حقوقنا بما تمليه قوانين هذه البلد الذين عيشون شكرا الدكتور بن خروف أشكرك الوقت داهمنا والزملاء يشيرنا لي بأن وقت البرنامج انتهى مشاهدين الكرام أشكر الدكتور موسى بودهان أستاذ القانون الدستوري شكرا لك على حضورك معنا كما أشكر ضيفية من باريس وإسبانيا كل بين الدكتور محمد بن خروف رئيس رابط الكفاءات الجزائرية بالخارج كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس شكرا دكتور وكان معنا من إسبانيا السعيد بن أرقية رئيس الاتحاد العام للجالية الجزائرية عبر خدمة سكايب من إسبانيا دائما وكان معنا عبر الهاتف الزميل محمد الزاوي مرسل قناة الوطنية مشاهدنا الكرام الشكر موصول لكم موعدي بدكم يتجدد الأسبوع المقبل وموضوع آخر للنقاش تقبلوا تحيات الفريق الذي رفقني في إعداد هذه الحلقة عمسيتكم سعيدة ألقاكم بخير وإلى اللقاء